هجمتي أسعد الشرعي ماذا؟ في خروج يعني اعتبروا البعض أنك خرجتك شوي على الخطة الحريرة ديالك أو على ذلك الحويجات التي تضرع لهم عادة كان هناك مشكلة حالياً لا أعرف كيف تتبع تراشق بالتهم تهم من هنا وتهم من هنا مدوينين صحفيين إعلاميين تسمي مالك تفادياً تفادياً للأساني أن هناك شخص يتقلق مننا لماذا؟ في المشكلة الطبيعية مع إسرائيل نعم كل شيء يتهم كل شيء ويجب أن يتهمهم أخرين ويجب أن يتهمهم أخرين كان هناك شخص يتهمهم أخرين وأكثر منه يتهمهم أخرين ويجب أن تراشق بالحجارة وغير معتاد أنك تهاجم أشخاص بعينهم وتذكر أسماء أو تدع لهم أنا لا أريد أن أتعلم شخصاً أنا أناقش أفكار حتى في منصتي الخاصة على اليوتيوب وليلا أخرجت في الإنستغرام ومع ذلك ما كنت كان شخصاً ما كنت كان نقول فلان الفلاني ولكن أنا كمغربي كان الأيام الأيام أسعد شعري خرج وقال أنه هناك احتفالات واحتفاء باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ولم يكن هناك أي احتفاء وكان عنده خرجات مع بعض الأشخاص داخل المغرب من المحللين السياسيين فأنا وجدت نفسي أني مجبر ليس شيء أنا ما كيهمني هو أصلاً أنا لا أتابعه يعني خليل جداً يفرض عليه عبر منصة التواصل بعض الفيديوهات لأنه بكل صراحة قبل شوي كنهضره على المعارف وكذا أنا اللي كنشوفه كي يضيع لي وقتي ما ريعطيني تشي معلومة ومعندوش رؤية تحليلية مع احترامي إله أنا اتدغدغة العواطف أسهل ما يكون أنك تولي مشهور وتجيب الوديونس أسهل ما يكون أنك تهاجم هذه الدولة أو تلك فأمتيني وتجيب ملايين المشاهدات الألاف وملايين المشاهدات سهلة وتطلع كل نار وتشد بهذا وتشد بهذا وتشد بهذا وأكثر من ذلك جميل جداً أنه بنادم غير يجي مثلاً أهدر في المغرب بطريقة إيجابية ولن تقد إن كان هناك نقد ولكن أن تزور الحقائق وأن تعمل بروباغندا أنه اليوم المغاربة هناك احتفالات وأبداً السياسة لا يوجد فيها مشاعر وأن هذا يوم السياسة لا يوجد فيها مشاعر ولكن جيداً لقد أردت أن أردت أن أتسمع المعيور وأن هذا يوجد أخر وأن هذا يسئل الدولة الفلانية وأن هذا يتطلع لا يتطلعهم بلغة المشكلة اليوم أتحدث عن الجزائر أجد أنه تعليقات من الجزائريين يقول لك أصبت في هذه الكلمة وهذا جميل لأنه أنا مثلاً أقول لهم جميل العناد مع المملكة المغربية في البنة التحتية الرياضية وتنظيم التظاهرات الكبرى ولكن لديكم أن يكون منهجي لأن الملعب لا يتبنى لأن المغرب لأن المغرب يتطلع الملعب في المغرب يتطلع مجرد شركة وطنية تتراقب ويقوم بعمل هذا لأن المغرب يتطلع المغرب ويقوم بعمل فأنا أقول لك ويقول صح لا يمكن أن أقول لك أنه سأذهب لك أو أن نعير نظام لا الرجل فأرد الحقائق وأنا حين أشاهدت الردود وجدت نفسي مضطر لأنه لم يستمع ذلك الرد الذي يستحق استفزك فشخصنت الأمور وذهبت إلى تصريحه ولكن لم أقول لك أنت قصير لا قلت له أنت رجل أنت عرف بما لا تعرف أنت خير لا تعرف لا تعرف للمغاربة وأنه يمكن أن يقول لك أنت حنطي اللون وعيونك صغار ويقول لي يمكن أن يقول لك أنه أعطيته للحقائق التي قدمها أنها حقائق وأنها عبارة عن زيف وبهتان وفي نفس الوقت لا تتحدثين عنه من هذا السجال الذي يوجد اليوم أعتقد أنه المغاربة قادرين على التمييز بمعنى آخر أنه ما كان يقول الشخص الفلاني وما أصبح عليه ما لم يقوله الشخص الفلاني وما أمس عليه مواقف تسجل والناس لها القدرة على الاستيعاب وعلى التحليل وما نشاهده اليوم من تنابز وهذا قال وهذا رد وهذا أنا بالنسبة لي يعني ما غيفيدهم ش أنفسهم وما غيفيد ش الناس لأنه اليوم من الأفضل أنه إن كان لديك اهتمام مثلا قضايا محلية وكذا وقضايا وطنية إلى غير ذلك تأمن كان ندخله في نقاش غنقشوا الأفكار وما غنقشوا الأشخاص والتوقيت هام جدا في التصريحات يعني حين أخرج بموقف ما أعتقد أن مسألة التوقيت مهمة جدا لأنه مثلا إن كان لديك حقائق وصمت عنها لسنوات وجدتها فقط بمجرد هجوم مجد عليا أنا أخرج ونقول لها ونقول لها ونقول لها أنا كنشوف أنه بعض الأمور كتكون شوية مقصودة عن سبخ يسر وعن دراسة وترصد وبالنسبة مثلا اللي أثار هذا شيء المهداوي مثلا ما حقه يستطيع في اللي يبغى في القناة في القناة ولكن أنا بش كنقوله أنه للأسف للأسف كين تعطوش للنقاش عند المتلقي المغربي ولذلك يبحث عن ضلته في بعض القنوات وبعض الأشخاص تحديدا لكي يشفوا غليله من بعض المواضيع التي نفتقدها في الساحة الإعلامية وهنا ما بين السطور وفي التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان قد تمرر بعض الأفكار التي تكون خاطئة ولا علاقة لها لا بموقف سياسي مغربي ولا بعقيدة دبلوماسية مغربية ولا بحقائق حتى على أرض الواقع وتصبح مقدسات وتصبح مسلمات لدى المتلقي المغربي وهذه المشكلة الحقيقية أما نقاشات بين فلان وفلان 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 هذا شيء نشوفه يعني عادي لأنه واقع في قاعد دول العالم هذا يقول والآخر يرد عليه والمواجهات موجودة وكينة ولكن الخلاصات التي سيخرج بها المتلقي هل هي بالفعل تعبر عن الحقيقة عن الواقع؟ الله وحده الله وحده الله وحده ولح التيميز كما تفضلت هذه المشكلة